استهداف آخر للأهل وأنا زي ما وعدت حضراتكم مبارح أنا بافي بوعدي مبارح بعد المطش موقع من المواقع اللي أنا يعني باحترم المسؤول عنها جدا هو صديق وبعتز بصداقته لكن الصداقة حاجة وعدم المنطقية حاجة تانية خالص وحكلم وحقول ياريت تعرضولي يا جماعة موقع الكابتن ناشي هتقول لي موقع ممكن ما يكونش مشهور قوي عم أميرو أنت كده بتشهره لا حضرتك على السوشال ميديا ما فيهش حاجة اسمها مش مشهور الكلام بينتشر ووجهات النظر فيه ناس تتأثر بيها فلما يكون حضرتك ده عنوان لموقع من المفترض من المفترض أنه هو لما ييجي ينتقد وإحنا مش ضد الانتقاد بس لما تيجي حضرتك تنتقد انتقد بشكل بناء لكن ما تجيش تقول لي حسين الشاحات نقطتين كرة الشوارع الشوارع تقوليك بيك يا راجل أنت يا راجل أنت عيد ينفع كده هو ده النقد بتاعك هو ده النقد البناء هو ده النقد اللي ممكن يساعد حسين الشاحات لو من وجهة نظرك أو من وجهة نظر البعض مستوى قليل فبتحاول ترجعه لمستوى لا أنا مش بشوف أن ده نقد أنا بشوف أن دي قراهية لللاعب خلي بالك ممكن يكون عدد كبير من جمهور الأهلي أو قليل أو أين كان عدده ايه شايف أن حسين الشاحات مش في مستوى وممكن عدد آخر شايف أن حسين الشاحات في مستوى أو ممكن يكون عنده أحسن من كده مش مختلف معاك ما عنديش أي مشكلة ما عنديش أي مشكلة عادي جدا انتقد لكن ده اسمه تجريح واسمه كراهية واسمه تقليل من اللاعب ده سيبك بقى من كده سيبك من العنوان قال لك إيه بقى بص في كلام تشعر بأنه لا يتعلم أبدا حسين الشاعات ما بتعلمش أبدا نفس الموقف يتكرر للمرة الألف يتصرف بنفس الطريقة والنتيجة واحدة اهدار فرص عجيبة هو يا جماعة الشاحات أجرى من براح أنا مخدتش بالي أو يمكن كنت متفرج على ماتش تاني مش عارف قال لك تشعر قال لك اسلوب لا يعبر أبدا عن كونه لعب محترف لديه عقد يتقاضى عليه ملايين مقابل وظيفة يكون بها ويحقق من خلالها أهداف فريقه في كل مرة سيكون بنفس التهويش وستمحى بتهويشة تانية وثالثة ولم يجد لعب رابع لهويشه سيكون بتهويش نفسه ده استهزاء ده استهزاء باللعب وإذا لم يجد نفسه فإنه سيحاول مراوقة الجمهور أمام الشاشة لا ده مش نقض يا جماعة ده مش نقض ده كراهية ده ممكن يكون مساحة الشاحات بحاول أتواصل مع ما بيردش عليها فأنا لا أنا حصلت بحسين الشاحات في أي حاجة تمام بقول ممكن بذكرنا حسين الشاحات دائما بأنفسنا وإحنا بنحجز خماسي الجميع يريد أن يحصل على لقطة بتهويشة أو مراوقة لا يهم ما سيحدث بعدها ولا قبلها الأهم أن صاحبها سيبقى يزل ضحياته بها سياس جماعة الكلام ده مش نقض خالص ده اسمه استهداف للعب بعينه سبب أنت مختلف أو متفق على قدرات حسين الشاحات ده شك وحطها على جنب ما فيش أي مشكلة خالص فيش حد كامل ما فيش حد فوق النجد وما فيش حد الناس كلها بتتطفق عليه لكن لما يكون ده اسلوب النجد فده قبر غير مقبول فخلوا بالكم خلوا بالكم يا جماعة لأن ده لو إحنا نجرينا كجمهور للأهل يورى الحاجات اللي زي دي يبقى إحنا بنوقع نفسنا بنفسنا لازم أنتوا تبقوا حققة الصد الأول قبل أي حد وانا رسالت هنا الجمهور النادي الأهل خلينا نروح للفاصل بعد الفاصل نكتب